نفس الفكرة في الكتاب عن المسيح ينظر إليه من جهتين وتعالوا نشوف بعض الآيات فنقرأ مثلا الآية الأولى في روميا 1-3-4 أشهر آية لأنها تكلمت صراحة عن الجهتين عن ابنه الذي صار من نسل داود من جهة الجسد فمن جهة النسوت وكمة النسوت صعبة شوية محصول بها إنسانيته فهو ابن داود أي جاء من نسل داود وفعلا المسيح ولد من المطوابة العذراء مريم بدون رجل ورجلها اللي تزوجها فيما بعد يوسف من نسل داود واللي يتطبع سلسلة يوسف في متة واحد من نسل داود واللي يتطبع سلسلة نسب المطوابة مريم في لوقة ثلاثة من نسل داود فهو ولد من عائلة داود ده جهة إنسانيته دي جهة نعم في جهة أخرى اللي هي جهة ألوهيته عدد أربعة تعينا أي تبرهنا أعلنا بوضوح إنه ابن الله أي هو الله نفسه من جهة حكتين حياة القداسة والقدر على الإقامة من الأموت عاش قداسة مطلقة له نصرة مباشرة على الموت تمام فكده واضح ندي جهة ودي جهة عدد تلاتة من جهة الجسد عدد أربعة من جهة روح القداسة جهتين نفس الفكرة دي موجودة في سفر الرؤية أصحاح 22 آخر أصحاح في الكتاب المؤدس المسيح يقول أنا عدد 16 أنا أصل وزرية داود يعني أصل داود يعني أنا اللي أوجدته يعني زريته أنا ابنه هو أنت أوجدته ولا أنت ابنه الاتنين من جهة ألهيته هو أصل داود نعم من جهة إنسانيته هو ثرية داود موسيقى 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 موسيقى